لأنه كان هناك بعض الانتقادات زي ما اتكلمت مع الدكتور خالد فيما يخص التصوير أو تصوير المباراة ولكن من الواضح أن هناك فترة إعدادة عملت حتى مع مخرج المباراة علشان إن شاء الله تظهر المباراة بشكل جيد بكرة لأنه في النهاية زي ما أنا قلت أنا مش عايز أقول رقم الحقيقة ويبقى رقم مغالع فيه لكن أنا متخيله مثلا مش أقل من 3400 مليون واحد حيتفرجوا على هذه المباراة 100 مليون في مصر دول وحدهم سواء جوه مصر أو بره مصر غير بقى العالم العربي بالكامل كل الناس بتكلمني مباراة من السعودية ومن الإمارات أو اليومين اللي فاتوا تحديدا بيسألوني مين اللي حيلعب في الآلي ومين اللي حيلعب في الزمالك هل عمر السلية حيلعب هل طريق حامل الناس بتسأل الحقيقة حبيبنا وأخواتنا في السعودية أو في الإمارات أو في الكويت في كل البلاد العربية بيكلمونا عشان يسألونا ماذا سيحدث وبالتالي هي مباراة عربية عربية قبل أي شيء كل الناس هتوقت تتفرج بكرة عشان كده بنقول لحضراتكم أن احنا بكرة منتظرين الحقيقة إخراج رائع احترام ما بين اللاعبين وده اللي أنا متأكد منه لأنهم كلهم زملاء وقاعدوا مع بعض كتير وأنا عارف 3-4 لعيبة موجودين مع 3-4 لعيبة تانين من نادي الأهلي ونادي الزمالك بيروحوا بيوت بعض في أعياد ميلاد وزوجة ده عارفة زوجة ده كويس وبتروح له والأولاد هنا والأولاد هنا كل الكلام اللي حضراتكم بتسمعون من أي جهات أخرى أو من أي مصادر أخرى صدقوني الكلام ده مش مصبوط حتى ممكن يبقوا تنين بيتخنقوا في الملعب على كرة ولكن برا الملعب بتلقوم أصدقاء جدا 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 الحمد لله واحد مر مش أنا لوحدي كل النجوم الكبيرة اللي حتى بقى موجودة مع حضراتكم مرت بهذه الأمور كتير جدا 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 ويا ما كنا نتنافس جوه الملعب وبنموت نفسنا عشان نكسب المباراة وبعد المباراة بنطلع نسلم على بعض ونروح نتعشى عند فلان وفلان يجي يتعشى عندنا هي دي الحياة هي دي الحياة ما بين لعبه النادي الأهلي ولعبه نادي الزمالك طيب انتنافسنا